تشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالا متواصلا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي التطعيمات وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم وقد بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من مليون ومئتين وواحد وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئتين وأربعة عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وثمانية وستين ألف شخص